السلام عليكم نحن نجدكم اليوم كما العادة هو العويد في فيديو في نهاير بارد نهاير بارد نهاير بطيرة اليوم ورية حقا تقص انتع ركشة وقعدة في الدار قمت الصباح قلت مدام لوليد راقتين خليني نخرج خطر القهوة متاعي وفيت شريت باكو القهوة ملي بجنبي بتبيعة مسبير مرشيلي بحد الدار زي دخليت فرماج برميزون بش نستعمل به اليوم وصفة مزيينة شاء الله تعجبكم جاءوا تشوفوها قضيت قضياتي من سوبر مرشيف تعدي تزادة للخضر قضيت منطيرة هكا وريح نحب محوزها الجيرية في النهار بيرت قضيت شوية شوية وروحت حسي الوعي بش ندخل طوان طيب بفطور الصباح نبدأ في الفيديو متاعنا ونسمي بسم الله ونصلي وعلى سيدنا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد قصد ربي للك ويجنا عندي كل هجينة اللي عملتها معكم في الفيديو اللي فات اه بتاع الفتيرة المحشية كيما شفتو عملت النص انتيحها خبيته في الفريجيدير اه قمت السباح خرجتها كاقبل بوقت خليتها ترتاح ومش نعملها كيما الخبز مش كيما الخبز كيما البطبوط بزيت صغار اللي حبيعملها بالمعجول بالزبدة بالشامية حسيلوا اني نطيبهم ومو ما يعمل عليهم جوهم بعض صحيح ولاي؟ حسيلوا خليني طاو نكمل نحذرهم ونطيبهم في المقلة نجموا نطيبهم زيدا بفلفور عادي واكا هون بعد نواريكم عاد اش بش نحذر اليوما في الفتور دي جا قلت لكم الياني مش نعمل برودو مش نعمل محويجة اخرى دي جميل تعملوها في شهر سيدي رمضان كفكرا كامل زينا يحبوها برشا لوليت حسيلوا اني طاو نكمل ودار الحقيقة كيكا دار مش ننطفوها شوية شوية خطر دنيا بردة مش متاع تخريجة زرابي لحد شيء متاع روريح ما نحكي لكم بش المتاع اللي بتا وكا ونعملو شوية بخور في الاخر والسلام عليكم اهي خليني يكمل الساعة فتور السباح ونعتيكم بعد دبارتي اهي موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 مقلية مضرة بالصحة لا يوجد الصحة نضيف جيج نضيف جيج نضيف جيج نضيف جيج لن نريد اصنع الفارج نضيف جيج ابت spinning نضيف جيج نضيف جيج يجب أن نضيف معدنوس يجب أن نضيف معدنوس نضيف معدنوس نضيف معدنوس نضيف الملح نضيف الخبز نضيف معدنوس عجون الملاح نضع كل فرد صحفة طريقة مزيينة ومبنينا برشا نعرف كيف تجربوها وفما راو اللي ما يقليش يحطوا فلفور تحطهم في الطبق وطيبهم عادرة ويجيكم زاد ابنين وعلى محليهم اللي ما يحبش المقلي ديما وكهو اخييني انا نبيته عليه وخيتك نصبح عليه كل يوم اش باش نطيبو اش باش نعملو وريت بربي الحمدول الله واحد يقول وكهو الصبر او جيرو مدعم نوالي ومريرا بركان تايبو وهنا شديد برشتك الفرماج ترايفه بره مش برشا قدره قوي ونكمل لحط الريقوتا زادة في وسطها وبنها ومحليها قريت وقدشت الفرماج والريقوتا قدرتها خفل الجيج كيف تطابط تنفخ بالعمل لا تنسوش تحط وعظمه عادة تجم تحط اي جبن تحب عليه وش لازم معنية ذاك حتيت فلفل اكحل ملح لازم نحط شوية فلفل شيح شوية تونك بربي بنسبة الفلفل الشيح كين حبيتو معنية تاخذو فلفل كوشي ولا شمسي هيك الشيح اذاكو ترحيه برحام تاكو مهروش بنين برشت كيتحطو في وصفاتك معنية استنخوا استنيني واحدة من ناس نحب الكوشي تهروش وتهرويش برحة الحب وهو الشيح تمسح له وغبرتو ترحيه حتيت عظمه كيما شفتو الخليط ولا جاري لحنا بتبيع باش يباس ويشد روحه بالخبز المرحي دي ماني عندي الخبز المرحي حتيت ثلاثة مغار فكاكا خلطو شوف عينك ميزينك انتي وحسب الكمية اللي عندك موجودة المهم يتشد ويولي هكا فرض لقمة حسلو بعد ما خلطو باش نحطو توفق لوجق ونقصو دويرات دويرات دو مستويين اختار اي كاس عندك فده والحجم اللي تحبو انتي اكيد رشيد كيما شفتو الهني خبز مرحي في الوجق باش كينهز الكعبة ما تلسقش في الوجق بايه ونطرح بالقلقال باش يجيني يجيوني كل مستويين وفرض فرض حجم معاني هنقولو احنا الموهب اي شدك الكويس وش نبدا نقص دوير 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 ونحذر بتبيع عظم مركوظ عظمه هي عظم بركز الزيت لكل شاي ومبعد نحطهم في الخبز المرحي ونحطهم في كتبايق ونقرر بكى وقت الفطور شفتوها الروسيته ذي مثلا بعد ما تحبروها كيما نقولو احنا في شارسي دير مبع هذي يتحذرهم وتحطهم في التبايق وحطهم في الامين المستحسن في الثلاجة وحطهم في الفرجي دير يشد رويحهم يبدو يبسين ومحليهم اني مثلا عملت كيكا حتيتهم فكل تبايق اللوحة هكا خير مثلا بالنسبة للمرأة العاملة اللي تختم مثلا هذي تنجم تحذرهم وتخبيهم في الفريقو تحطهم فكل اشيات اذوكم وعلى حسب عائلتها معناها كل واحد تحطها كفاك الساشي خبسة كعبت ستة كعبت تعبي الفريقو متاحا بالخليط هذي بشكي تروح من الخدمة تلقاهم حاضرين تخرجوا مقبل بوقت يبيعو فيهم حاضرين دي جاه هكيكا مورو ممريق لدو جيس انهم يقليوهم وكاها وعلى طيبهم في الفور انتي وش تشتهي هذي كفكرة مثلا حتى سألتني واحدة معايا متابعة شلا يربي يقولها عمرة مقبولة ماشي للعمرة نعتيك زيدا افكار بالحق وحد ساعتي حيري يمشي العمرة شو بشي يحذر لوليدو نحب برشا الحاجات المحشية كيما الكالامار المحشي الكرومب المحشي بيتنجين المحشي مثلا نعتيك في افكار معناها عندك زيدا بشتعمل لازانيا لازانيا تحذرها وكلها معنية فرشة فوق فرشة هيكيكا وبصوص متيحة والفور ماجون وكل شي وبعد اتغطيها وتخليها في الفريقو تعمل زوزط ليذا تعمل مكارونا محشية بالحام المفروم تخليها هيكيكا نية ومعنيها محشية ومورها بريقلة تخليها كين وقت اللي جيو تايبوها في الفور اكهو لبنيدق معروفين نعملوهم برشا احنا لبنيدق خاطر لبنيدق نجم ونعملوهم بيهم مكارونا نجم تعمل شكشوكة وترمية لبنيدق في وسطها كافكار مثلا اللي الحاجة اللي تبدأ فيها العظم المركوض ليه العظم المركوض ليه هذو بنيزيد افكار المرأة العاملة مثلا كي تروح من الخدمة تبدأ محذرة لازانية متاحة محذرة مكارونا محشية اي حاجة اه فلفل محشي اه شنو اخر احنا عنا برشا حاجات برشا والله كل مرأة ونجيين طيب حاجة تو نزيد نجيبلكم افكار كيما حاجة كيما هذية مثلا بتاعها الجي جي دي او تنجم تخدمه وتخبيه حاصلوا الهناء بعد ما حتيت الجي جي متاعي في الفرجيدير اه شديتك هالثوق حتيتو فلفور هوما ثلاثة سنينة ثوم كبارة باش نشويهم فلفور ما شويين يبديو وباش نعمل السوس متاعنا سوس الثومية بالنسبة لقياس الكيس ميتين وعشين ميل اللتر وإلا كيس اللي تشرب فيه قهوة لحليب متاعك تحطوا في كروينا وتحط عليه ثلاثة مغارف فنشاء ثلاثة مغارف كبار انشاء هذية تولي كل كريمة العاقدة حاشتنا بيها تبدأ عاقدة مش جارية ما هيش كريمة جارية هذية هو اساس السوس الثومية هي سوس انشاء كريمة انشاء بي حلها قبل بتبع ما تحطها عالقاس وابدا فوق القاس وخلت خلت خلت ما تبعدش عليها فيسع فيسع متل مروحة كيف نحكي يولي قويمها كل عصيدة البيضاء اما عاقدة شوي بي باش نحطهم في الرحات نجم تحطهم في المكسير متاعك اللي نعم وفيها الجي هذي كتنجم تحط في وسطها زيدة اماني هذية خطر قدامي اغسلتها فيسع فيسع وحاتيت في وسطها كل شي خرجت الثوم بتاعي ملفور بعد مت شوي قشرته ولا زبدة محليه ولا يبدأ زبدة نستحق الكعبة يوغور التابيعي حطها غادي مع عصر قارس ما تنسيوش الملح والفلفل اكهل تنجم زيدة تحط الخل باش نحط نص كوب زيت شفتوا الكوب اللي قس بيها بالماء حط شطر وزيت باش تبدأ امورك لكلها فردقيس وارحي ارحي لكله يختي على بعضه بهي وشوف البناء وشوف الجو وشوف محليها بريحة الثوم المشوي الشيخ وعليها الاولاد هذية تنجم تعملها زيدة في شهر سيدي رمضان لتوقت تشري لا في مايونيز ولا في زمارة عملها في الدار المايونيز متاعك اعمل السوسة هذية مثلا تدى موجودة على الطاولة مع البريكا ميلا اما محليها كيت تعمل الفرشكة ومتعن هيرين ثلاثة ما تطولوش في الحاجة معناه اعمل دي ما كمية صغيرة اخي هي صعيبة وقت لك توفيلك اعملها دا كوردو دا كوردو اي بدي تنقلي فيهم وحليهم كيتنفخوا يبديوها شيشين من الداخل مبنهم ومزينهم ومع كسوسة دي كعم يعيني يعيني وكهو ومع صحيفة برودو شرايكم في الفطور بتاع اليومة بهي عجبكم بارة بزينا مزينا يزي فيها البركة اليومة اللي عجينة ولا زمارة رغم اللي هي موجودة في فطور الصباح الله لا يقتحق اما اليومة هكت بارة فطور وكهو اللي برودو طعب وقر زيتو يعيني يعيني وعلى قميلو اختي علي شوفو محليه وكهو حسيلو انهير في كوجينا كملت الحقيقة صلت المعون مش نحوك القاس تاوو نفو خليو عدلك وجنا مرتوبة وناملو تبخيرها احلى تبخيرها في اللخر فكنا نهير البيرد وبعد نعمل قيوة عربي تعمل ستة وستين كيف عي المهم نواريكم قوي بجهيجة بتاعنا بعد ما قصيتو اكيد ها بش نوريكم جي على محلي خفيف بك الجبن واري جوتا كفكرة معناها مزين برشا وكل حبيت الطيب وفلفور هنا ميسيلش يجيك زيدا مزين علش لا اني ميحبش المقلي اكيد انا منكثروش منو برا المقلي حسيلو اه هذي هو من داخل اه نكملتو نظفك وي جنتي كيما قد تلكم ونقض على رويحتي والسلام عليكم يزي فيها البركة حسيلو نعمل فيديو صغيرون لهالوصفة هذيه لهبطها بإذن الله في الباجل فيسبوك متاعي طلو علي مرحب بيكم وفي تعليقاتكم الحلوه خاصة لانستغرام انتي وتونها بتلكم الفيديو في السوري اليوتيوب بإذن الله عيا خليني نكمل ونرجعلكم مع القهوه اشتركوا في القناة ارتيح في القناة تقس بيرت فيك بخرت الدويرة سكرتش ببكيت ويفضل فضل ولك الحمد والشكر يا ربي ربي ديمها علينا نعمة وديمها نعمة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يا ربي يجينا رمضان بالخير والبركة وبيلي كتب بن طيبه ديما المهم فرحانين وملمومين في الخير والبركة والقناعة وكنزهم لايفنا ديما تكونوا مقتنعين وديما تكونوا هكا راضين بالنعمة اللي عندكم وتحمدوا ربي وتشكروه على كل شي عايزيكم في هالبركة إن شاء الله ديما فرحانين ونبوسكم برشا بوسيت ونقول لكم إن شاء الله نهاركم طيب ونهاركم أسعد ليير الناس لكم متنسونيش عتفك التعليق الحلو اللي نقاط نستنى فيه وكل لايك المزين من إيديتكم لملاح عايزي بسليما باي باي رمضان قبل خير من رمضان تو وحنا خير منكم انتوما وخير من أمبيتكم بنيت تو زعمكين في الشحتان والرخفين والذريع يجيبوا ربي وحي يا نان كوفي خميس عليك يا نانا ترى بيا حتى انت مغرومة بالبغطة وخيطة ترجمة نانسي قنقر